شافيا سينا شخبارك مرحبا كل شي مزيان الحمد لله شنك تقترح لنا اليوم اليوم ان شاء الله ندرو اصابع اللوز وخا تنعرفوا بليس يمانا للخرى تنبدوا نوجدوا شوية دي الحلوة العيد اليوم كنقترحوا لمشاهدين دينا اصابع اللوز خودوا ورقة وستيلوا وقيدوا معنا المقادر مرحبا انا احتاجوا واحد الميتين وخمسين جرام دي اللوز اون بودر وخا وواحد النص ديالو سكار مية ومسا وعشرين جرام نحتاج واحد نص معلقة دي القرفة معلقة واحدة صغيرة دي المسكة الحرة ايه واحد ثلاثة المعلقة دي الزبدة ونضوبها بيضة واحد شوية دي العسل واللوز ايفيلي واخا شوج معلقة كبار دي المزهر واحد لعشرة الورق دي البستيلة البستيلة ناودو نذكروا المشاهدين دينا باشو حضروه اللوز اون بودر كيفاش خصوم يديروا اللوز اون بودر تن نسلقوا اللوز كرفسوه وكنتحنوهم زيان في الخلاط ماشي خلاط يعني الميكسور اللي كان ميكسور ميكسور بيه البزار وكيف يديروا العطرية دينا باش كيعطينا بودر بشكل هذا او موجود في المحلات تجارية ايلا كان ما عندناش البقت مشو نشريه واشت باش غادي نبدا شايف دابا غادي نديروا العقدة دياللوز عقدة دياللوز معروفة كي الناس بزاف تعرفو كي ما كيعرفواش مهو اليوم فرصة عاودو ندكرو بيان مشاهدين ديالنا ونعرفوها كتر الناس لم تتعرفواش ماتين وخمسين جرام دياللوز اينا بدينا معا ميا وخمسة وعشرين جرام ديال الثوات ساندة ديما لدينا كيلو دياللوز نديروا نصف دياللوز نصف دياللوز نسخل السانيدة نغطيها مع الكبار المزهر أهى تعطيه نسماء جيدة الزبدة نغطيها مع الكبار لكي يدوبوا كي يدوبوا نجدههم يدوبوا ومع بعد ما نغطيه نغطيها جيدة على السكار مع المنزل يجمعها بأسفل العجين نغطيه ونغطيه في الخلاط ونغطيه جيدة نضغط العجين ونضغط ثلاث قبل الزبدة نضغط العباحة نضغط العمورة لا بضغط الوضع سوف نضغط ورقة الزبدة انستحق المحنشة نصوبها نصوب المحنشة الأخيرpot صبب نضغط نضغط الزبداء نضغط الزبدة نضغط العجين محنشة سوف نضغط العمورة عقدة للوز بحال تشكل هذا شف اليوم اقترحنا اصابع للوز ممكن اننا نديروهم بالكوكاو ممكن نديرو كوكاو ممكن نديرو جنجلان ايه لون واتع هو ممكن نديرو ولكن تجي باللوز تجي مزيانة مازال غادي نقترح للمشاهدين مجموعة من الحلويات في حلقات مقبلة على اخت نقطعو ما اللي كان روليو اصابع دينا بحال تشكل اصابع ايه بحال تشكل هذا موسيقون ماضي مزيان باش ما يكونوا مقادين في الحجم طبيعي الحال باش ما يتأجنش لنا هاديك نقضاف ايه نعاودو نقادوهم عو تاني بحال تشكل هذا ايه وكندنوهم فطاوة دي الفران اللي دا جادرنا فيها بابي كويسون باش ما يصقوش لنا ايه تنعاودو ندهنوهم شاك؟ ندنو بوحد صفر بيضاء من الفوق ايه باش ياخدو اللون ومنطو باش نصقو اللوز افلي دينا بحال تشكل هذا هادي نديرو اللوز افليه الى اصابع اللوز دي جا شعلنا الفران الى مية وتمينين دراجة هادي ندخلو من الفران واحد عشر دقائق اقتر ربع ساعة مني هادي نخرجو من الفران يكونوا باقي هادي نصقوهم بالعسل بالعسل شيف محنا نتكلمو على الحلويات بزيف دينا الاشخاص تيقولك انا فش طيب الحلوة مثلا خصوص الحلوات تكون صوبة بالورقة متناعرفش كيفاش نحافظ عليها باش دومي مدة اطول ندخلوش بلاصة يميد فيها باش ما ترتابش هذيك الورقة ديال بستيلة ايه؟ باش تبقى في بلاصة ما تكونش فيها الميدي تي ايه؟ باش نحافظو على القرماشة في مباشية نصدق لهم فعولة بخاصة بالحلويات؟ هذيك باش ماتلا غريبة نصدو عليها باش ما تقصحش بزيف كتبقى طباقة تبقى فيها الميدي تي ولكن اللي سدينا عليها ما تبقاش القرماشة يعني خصوص نخليو في بلاصة ما تكونش فيها الميدي تي شكرا لك شيف ونطلقك في حلقات مقبلة اكيد اشتركوا في القناة